المسلم لا يتلفظ بالألفاظ الشركية أو الألفاظ السوقية التي تتكلم بها أهل الشر أهل الفساد أهل الضلال لا يقول لولا فلان لم يكن كذا يقول لولا الله لا يسب الدهر لا يسب الزمن لا يسب الأيام لا يسب حتى الحيوانات لا يلعن المسلم لا يلعن لا يشتم لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا لا يقول هذا الكلام يقول قدر الله وما شاء فعل يحسن الضمن في الله سبحانه وتعالى يسيء الضمن في نفسه لأن النفس أمار بالسوق كل ما بك من خير وصلاح واستقامة وهداية من الله يحذر من كفر النعمة أي شيء من النعم تسأل عنه قل هذا من فضل ربي لا تقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وأنا قوي وأنا عندي مال وأنا غني وأبائي وأجدادي هاديهن وحوالبوء نعمة حيث أني كاني علمي بان ليه هي أقوم بان ليه هي الشيخ بان نهي وذات بان نهي أريأ به بحول الله أبيالك بحول الله أبيالك بحول الله هاديهن وحضة هدا وحوالبوء إله وكسي إله دنكسي كمان إن استطعت لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة يعني ما ورد في القرآن والسنة هذا أفضل شيء لكن لا تلعب بالكتاب والسنة لا تمزح لا تستهزئ هاكو عيار سنة إيا كتاب قرآن كإيا سنة هاكو عيار أو هاكو زجسد بعض الناس يستعمل الآيات والحديث خاصة عندنا في الرسائل حتى يضحك الناس هذا استهزاء هذا كفر الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن حتى نقف عند حدود الله نخاف إذا سمعنا الآيات لابد أن نحذر عندما يأتي بعض الناس يسلم عليك إذن حنا لابد أن تنكر هذا الإنحناء تقول ما يمكن يكون الإنحناء بالركوع والسجود إلا لله سبحانه وتعالى إذا لم تنكر هذا الإنحناء فأنت طاغوت تحب أن تعبد من دون الله لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله وحب عبادة أكمد الله سبحانه وتعالى إن لغى اللحي و الله غير كيس له اللحي مبنانا لا سجود لانحناء سجود أمر ركوع أمدقنا شر ولا طواف ولا ذبح ولا خوف ولا محبة طوافك يعبس ذا يقورع وحصورنا الله سبحانه وتعالى يعني لا نطوف حول القبور قبورتكم مطوافين لا نذبح لأصحاب القبور أصحاب قبورت دادكية ومقورعين لا نخاف إلا من الله إلهي موعد كلون كعب سنين مله لا نحب أحدا محبة مشاوية لمحبة الله أكثر من الله وحنجعلان لينقوف أنجعلان إنسان الله وجعلنا هاي أون لئكيسينين مله أما أنكسر ريسينين نحن عباد لله فقط أنقو أضوم إلهي أي أنهاي ولابد أن نحسن مع عباد الله حسن الخلق أدب نحترم نرحم الصغير ننصح نتعاون لابد أن الأمة الإسلامية تجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليه أمد المسلمين تأرنوا وإلا سكينا ويقع ما إسقب صدان سيد النبي صلى الله عليه وسلم أسميه وصحابه يسوس كوكينا أسأل الله سبحانه وتعالى نجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة والله أعلى صلى الله عن نبيه محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خير بارك الله بارك الله شكرا